اكد نائب رئيس الدائرة العلامية للتجمع اليمن للإصلاح عدنان العديني أن الرؤية السياسية للحزب تشكلت ونضجت في خضم تجربة عملية تقوم بإثراء العملية السياسية باستمرار وأشار العديني في ورقته بعنوان الإصلاح ومفهوم الدولة ضمن ندوت دراسة تجارب الحركات الإسلامية في السياسة والحكم نظرية النقدية والدروس المستفادة والتي أقامها مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية إلى منح في توليد الرؤى السياسية على اعتبار الواقع والتعامل مع مستجداته وتحولاته والاستجابة لها بما يحقق الإرادة الشعبية ويصونها على العكس من الرؤى السياسية المنبثقة من أيديولوجيات عابرة للأمم والشعوب وتطرق نائب رئيس إعلامية الإصلاح إلى العوامل التي ساهمت في إنضاج مفهوم الدولة لدى التجمع اليمن للإصلاح ومنها على الصعيد الاجتماعي في المعركة الأكثر عمقا ضد الإمامة وحركة الكفاح المعرفي والتعليمي للحد من نفوذها وتبني صياغ دستورية ونظام قانوني حاكم من أجل المساواة وإسقاط الامتيازات ونوه بما صنعت الوحدة اليمنية من فضاء وطني رحب وتغيير سياسي كبير وتلازم الوحدة بالحرية ما أنتج وعيا سياسيا كان له أعظم الأثر على رؤية الإصلاح للدولة اليمنية وأسهم في أسلوب وطريقة تعاطيه مع الأحداث اللاحقة بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع وزير الخارجية الأمريكي توني بلينكين تطورات الأوضاع ومسجدات السلام في اليمن وأكد وزير الخارجية حرص الحكوم على إنجاح الهدنة وتنفيذ التزاماتها وهو ما تكلل مؤخرا باستعادة رحالات الطيران من وإلى صنعاه من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي التزام بلاده بالعمل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن ودعم مستقبل مستقر وآمن ومزدهر لليمنيين وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أهمية العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية عن كل اليمنيين وجدد موقف بلاده الدعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أهمية العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية عن كل اليمنيين وجدد موقف بلاده الدعم لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن ووحدة واستقرار اليمن قال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جريندورغ في مؤتمر صحفي مساء أمس عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن اليمن إن ميليشي الحوثي عرقلت فتح طرق تعز ورفضت تعيين ممثليها في الاجتماع المقرر بهذا الشأن وفق للهدنة أوضح هانس أن الاجتماع سيتم إقامته في العاصمة الأردنية عمان بمجرد أن تحدد ميليشي الحوثي ممثليها رحبت الخارجية الألمانية بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي وشددت على احترام الهدنة الأممية وإحراز تقدم في فتح معابر تعز وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الألمانية كريستان باك في بيان إن تلك الخطوة مهمة للتخفيف من الأزمة الإنسانية وبناء الثقة بين مختلف الأطراف اليمنية أكدت إحصائية حديث استقبال ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة واحتلال ميليشيا إيران الحوثية 12 سفينة تحمل 340 ألف طن من المشتقات النفطية منذ بدء الهدنة وتنوعت المشتقات النفطية التي استقبلها الميناء بين البنزين والديزل ووقود المازوت والغاز المنزلي وجهت الحكومة يوم أمس بسرعة تدشين رحلات جوية خارجية من مطار الريان الدولي واستكمال إجراءات نقل مركز الملاحة الجوية من صنعاء إلى عدن جاء ذلك خلال اجتماع لوزير النقل الدكتور عبد السلام حميد مع مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني ومدراء إدارات الشركة أعلنت البحرية الأمريكية يوم أمس ضبط شحنة مخدرات من علامة سفينة صيد إيرانية في المياه الدولية بخليج عمان وقالت البحرية الأمريكية في بيان إن مدمرة الصواريخ الموجهة صادرت 640 كيلوغرام من المخدرات بقيمة 39 مليون دولار من سفينة صيد أثناء قيامها بدوريات في المياه الدولية في خليج عمان خلال اليومين الماضيين أكد الجيش الوطني ارتكاب ميليشي الحوثي 75 خرق للهدنة يوم أمس الأول منها 27 خرقا في محوري البرح غربي تعز وحيس جنوب الحديدة و20 خرقا في جبهات محوري تعز وأعلن الجيش إحباط عدة محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة باتجاه مواقع عسكرية في مديرية حرض غرب محافظة حجة حذرت مكاتب الأوقاف والإرشاد من خطر معسكرات ميليشي الحوثي الإرهابية على الأطفال والمجتمع اليمني حاضرا ومستقبلا ودعا بيان صادر عن اللقاء التشاوري الأول لمدراء العامين لمكاتب الأوقاف والإرشاد بمحافظات مارب والجوف وصنعاء وذمار عمران وصعدة المنعقد في مارب دعا أولياء الأمور في مناطق سيطرة الميليشي الحوثية إلى الانتناع عن الدفع بأبنائهم إلى هذه المعسكرات الميليشيوية حفاظا على أرواحهم وعقيدتهم وأفكارهم وهويتهم الوطنية أكد مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهم الزبير استشهاد تسعين مختطفا في سجون ميليشي الحوثي الإرهابية تحت التعذيب ونتيجة الحرمان من الرعاية الطبية في أمانة العاصمة وقال الزبير إن فريق الرصد التابع للمكتب وثق تسعين حالة استشهاد في سجون الميليشي الحوثية بأمانة العاصمة تحت التعذيب الوحشي والحرمان من تلقي الرعاية الطبية والعلاجية ناقش وزير الإعلام والثقافة وسياحة معمر الإرياني اليوم في العاصمة الموقاتة عدن مع قيادات وزارة الثقافة سير النشاط الثقافي والصعوبات التي تواجهها وأكد الإرياني على ضرورة عودة النشاط الثقافي بمختلف جوانبه خلال الفترة القادمة وبما يساهم في رعاية المبدعين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وأكد الوزير الإرياني استعداد الحكومة تذليل كافة الصعوبات التي تعترض النشاط الثقافي في البلاد لما له من أهمية تعكس الوجه الحقيقي والمشرق للشعب اليمني داخليا وخارجيا وتوفير الاحتياجات الضرورية لتفعيل دور نشاط الوزارة الثقافي خاصة في الجانب المسرحي المعبر عن هموم وقضايا الوطن والمجتمع قال وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد إن الوطن اليوم يمر بمرحلة سياسية جديدة تشكل فرصة تاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديثها ورفع كفاءتها وتحسين خدماتها وإعادة إعمار المناطق المحررة وتحسين الخدمات التي تخدم المجتمع وأشار وزير النقل إلى أهمية تفعيل نشاط ميناء عدن ورفع كفاءة نشاط الميناء وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للقطاع التجاري والوكلاء الملاحيين وقع وزير المالية سالم بن بريك اليوم في العاصمة السعودية الرياض مع القائم بأعمال سفرة اليابان لدى اليمن هجاشي اتفاقيتين تأجيل فوائد الديون الخاصة باليمن وبحث وزير المالية مع هجاشي تعزيز علاقات التعاون والسئنة في دعم الحكومة اليابانية لليمن في مجالات بناء القدرات وتأهل الكوادر بقطاع المالية العامة والجمارك والضرائب وكذا تأهل الكوادر الوطنية في عدد من المجالات اطلع وكيل محافظة حضر موت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس شم السعيد اليوم على نتائج مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بدعم من مركز المالك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة